شفتوا بالتأكيد اليوم أرعى اتجاس الأمم الإفريقية اللي هتقام في الكاميرون من 9 يناير إلى 6 فبراير من العام القادم طبعاً الأرعى أو البطولة بالنظام الجديد وده للمرة التانية بتتنظم بالنظام الجديد 24 منتخب المعادة تغير نظراً طبعاً للظروف الجوية البطولة بعد ما أقيمت في مصر في 2019 كانت في فترة الصيف من شهر 6 لشهر 7 في الكاميرون هتتلاحب من شهر يناير إلى شهر فبراير من 2022 بالتأكيد اتأجلت سنة بسبب فيروس كورونا لكن النهاردة الأرعى الساعة 8 بتوقيت القاهرة يعني بعد أقل من ساعتين ونصف هنتعرف على من سيكون مع مصر في المجموعات ودور المجموعات لبطولة الأمم الإفريقية ومصر النصيب الأكبر من إحراز هذه البطولة آخر بطولة خرجنا من دور 16 كانت في مفاجأة غريبة ومصر نظمت البطولة بعد تعذر استضافة الكاميرون نتمنى مصر في هذه اللحظة تكون جاهزة بإذن الله لاستضافة أو لإقامة هذه المباريات ونقدم مستوى مميز جدا نضمك على شاشة بعض التجهيزات وبعض الصور الخاصة من قصر المؤتمرات في يويندي اللي النهاردة هيستضيف أرع التكاس الأمم الإفريقية عدد من أعضاء المكتب التنفيذي حاضرين قدامكم طبعا أسمواجيان وديديزيكورا أسمواجيان نجم المنتهب الغاني ديديزيكورا نجم الكوديفور طبعا باترس متسبة رئيس الاتحاد الافريقي مع نجومة رئيس الاتحاد الكاميروني والكاميرون التصديف الحدث سفيرون الأمين العام وسكرتيري الاتحاد الافريقي لكرة القدم أبرز الحضور النهاردة هيكونوا كلهم حاضرين لأرعة كأس الأمم والكأس الزهبية اللي بإذن الله نتمنى تكون مصر منفسة كبيرة على هذا الحدث عايز أقول لكم سبع منتخبات عربية لحدث كأول مرة يكون عدد هذه المنتخبات العربية في كأس الأمم المغرب الجزائر مصر تونس موريتانيا السودان جزر القمر وفي التصنيف النهاردة بنتكلم في أربع مستويات المستوى الأول الكاميرون والجزائر والسنغال لتونس المغرب نيجيريا مصر هتواجه أي من المنتخبات الستة مستوى الثاني مصر غانا كودفوار مالي بوركينا فاسو غينيا والمستوى الثالث الرأس الأخضر الجابون موريتانيا سيراليون زمبابوي غينيا بيساو والمستوى الرابع ملاوي السودان غينيا الاستوائية جزر القمر إسيوبيا وجامبيا التصنيف كان بناء على نتائجك في الأجنتة الدولية وتصنيف الفيفا الأخير تم بناء على هذا شكل التصنيف مصر قد تواجه الجزائر بقيادة رياض محرس ومواجهة صلاح أو مواجهة السنغال ساد يوماني ومحمد صلاح رفيق الأمس منافس الغد والمغرب بقيادة حكيم زياش ممكن يكون في منفسها مع محمد صلاح كل ده النهاردة هنعرفه في قرعة كاس الأم اللي هتكون الساعة تمانية بتوقيت القاهرة هيتأهل أول وثاني من كل مجموعة ثم مباريات دور الستاشر والتمانية والنصف النهائي والنهاي ونتمنى مع الكابتن حسين بدري منتخبنا الوطني يتأهل في مدى بعيد في هذه البطولة ونصل إلى المراحل الختامية نتمنى توفية رب إن شاء الله لمنتخب مصر أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل الفقرة الأخيرة من برنامج التريند ترجمة نانسي قنقر